شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مساء اليوم حفل استقبال أهالي منطقة القصيم بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مكانه في المنصة الرئيسة للحفل قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي ثم عزف السلام الملكي بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم عقب ذلك أشار أمير منطقة القصيم خلال كلمته إلى أن أبناء وبنات الوطن يستعدون للاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لمقامكم الكريم في ظل إنجازات تتحقق في عهدكم الميمون وسمو ولي عهدكم الأمين صاحب الرؤية الموفقة الطموحة لرقي هذه البلاد الطاهرة كما أكد رئيس المحكمة العامة في مدينة بوريدا الشيخ إبراهيم الحسني خلال كلمة نلقاها نيابة عن أهالي القصيم أن الأهالي كبيرهم وصغيرهم وعلى رأسهم أميرهم اجتمعوا ليفرحوا بلقياء خادم الحرمين الشريفين ويملأوا العيون برؤية مليكهم كما اجتمعوا حبا وولاء وودا ووفاء ثم ألقى الشاعر سعود الحافي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة بعدها ألقى الشاعر صالح الشبعان قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى إثر ذلك شهد خادم الحرمين الشريفين والحضور أوبريت تباشير سلمان الذي اجتمل على عدد من الصور عن تاريخ المملكة وتاريخ منطقة القصيم ثم سلم خادم الحرمين الشريفين عددا من المميزين من منطقة القصيم جوائزهم ثم أدية العرض السعودية وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية تشرف بتقديمها أمير منطقة القصيم كما تسلم ولي العهد هدية تذكارية من سمو أمير منطقة القصيم ثم شرف خادم الحرمين الشريفين مأدوبة العشاء بهذه المناسبة حضر الحفل صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير ومنطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن هدلول بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نائف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب وأمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز